أسلام ومرحبا بكم على قناتنا الأخبارية الحياة لوفيك في متعودة في كل يوم عنا أخبار وأحدث جديدة ومتنوع اليوم بش نحكي وارد صريحات محسن النابدي اللي قال شتين بين اغتيال براهمي وما حدث لناشط سيسي متحالف مع الأخوان عبر نادقة رسمية باسم الطيارة محسن النابدي عن استغربي مما وصفها بمصرحية ناشط سيسي جد عادي ومتحالف مع الأخوان وسلفية في إشارة إلى جوهر بن بارك الذي قال أنه تعرض لتهديد وقتحام منزله وقال النبدي في تدوير نشارع على الفيسبوك مساء يوم الإربعاء أن هذا النشاط السياسي يحظى بحماية أمنية معززة من نخبة النخب في الحرس إنها قامت الدنيا ولم تقعد حتى أن هناك أعلم كان سيقطع البث ويضع القرآن بشأنه وفق قوله وأضاف النبدي أن ذلك يحدث اليوم مقارنا بما حصل في ذل حكم العصابية حيث يتم الاغتيال بكل ديمقراطية وفي إرياحية تامة وتصل برقية الاستخبارات الأمريكية تقول سيتم اغتيال محمد الابراهمي مؤسسة طيار الشعبي ومع ذلك لم يكلف ديمقراطيون أنفسهم حتى أعلام الرجل بالهاتف بل تم حجب الوثيقة ليتم الاغتيال بكل ديمقراطية وختم النابدي وشهداء تسفق دماؤهم لم يكلف ديمقراطيون جدا عن نفسهم إلا بأن يقولوا بكل وقاحة أشتكي للأمن والقضاء ما أوقحكم متنسيوشي لايكوش تيرا